قبل بداية المقطع بس وقت تسمعني المدة ثلاثين ثانية ثلاثين ثانية بالضبط أنا وعدك الشي الأول أتمنى إذا كنت جديد على القناة تشترك خلونا نوصل 100 ألف قبل عام 2022 أوكي هذا الشي الأول الشي الثاني إذا كنت حابب تعلن أو تتواصل قدامكم في الشاشة حسابي في إنستغرام فارس وفشل شرطه تحت عندي هناك حول الـ 2500 متابعي لاتي لكل يضيفين خلونا نوصل 3000 فقره بوقت الشي الثالث والأخير ضغط زر اللايك خلونا نوصل هذا المقطع أكثر من 500 لايك فارس وفارس وفشل أترككم تستمتعون مع المقطع بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فارس وفارس وفشل المقطع جديد المقطع اليوم راح يكون توقعاتي للجولة اللي هي تقريبا الثاني عشر من الدور السعودي موسم 2020-2021 الجولة هذا فيها مباريات قوية كالعادة كل جولة الصراع فيه مباريات قوية كل جولة يعني سارت مباريات ممتعة ما تتوقع بسهولة بكل مانا يعني لو نشوف الترتيب الهلال الأول 24 أهل الثاني 22 لو الهلال يخسر هذه الجولة والأهل يفوز الأهل يصير الأول لو الهلال يتعادل هذه الجولة والأهل يفوز الأهل يصير الأول بجانب الهلال والسبوع الجاي عندهم مبارا ضد بعض لو الأهل يخسر والهلال يفوز يوسع الفارق وخلاص ينفرد الهلال بالصدارة الشباب الثالث 19 الاتحاد الرابع 18 بجانب الوحدة 18 يجي بعدهم التعاون والاتفاق سبعة طعش الفتح ستطعش أبهل القادسية أربعة طعش الفيسري ثلاث طعش الرائد يثناعش الباطن والنصر حداعش عندنا الباطن والنصر حداعشر نقطة العين عشر نقاط وضمك في المركز الأخير بثمانية نقاط فهذا ترتيب قوي بكل مانا منافسة قوية نروح نشوف الهدافين هداف الدوري كارلوس ستاندربيرغ لاعب نادي أبهل بتسعة هداف يجي بعده فابيو آبرو لاعب نادي الباطن بثمانية هداف وروماريني ومهاجم رتحال سبعة هداف التمريرات الحاسمة عبدالله الحمدل لاعب نادي الشباب خمسة يوسف الجبلي لاعب نادي الباطن خمسة بافيتين بقوميز أربعة فشايفين فابيو آبرو ويوسف الجبلي ثنائية جدا ممتازة من نادي الباطن أهنيهم عليها بكل مانا ما كلفتهم اللي يمكن مليون حولها الصفقتين دي مع بعض مليون يورو يمكن يعني أربعة مليون ريال حولها وشوفوا كيف مبدعين والأهلي جايب العيبة بمئات الملايين صفر الله وفي النهاية ولا واحد منهم فالح فيعني أتمنى الأندية الكبيرة تتعلم من الأندية الصغيرة على العموم نبدأ في توقعاتي في الجولة أعتدد إذا سمعين صوت يعني في صوتنا غريب اللي هو الغسالة فأعتدر لأنه أنا منف المكان اللي متواجد فيه دائما يعني البديل اللي بسافر فيها فأمتكف مكان الغسالة في نص المجلس فأهمين علي فما أقدر صوره في المجلس عذروني على ذات الشي الأموم نروح لتوقعاتي للجولة تفتتح قدر المباريات تبهى ضد الفيصلي الساعة تقريبا 53 دقيقة أوكي مباراة قوية فيها منافسة والله كل مباراة الفيصل اللي بتهمني صف الله أرمي توقع أي شيء فأبيني بينكم أنا أرمي توقع أي شيء أقول راح تنتهي بالتعادل تعادل بين الفريقين واحد 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 وممكن أبها يفوز ممكن ليش لا غلط في الفريق كلهم راح يسجلوا والأبها راح يسجل هدف الأول خلصنا من نور مباراة عندنا في الجولة أبها والفيصل اللي ما أدري مين مهتم منها مباراة غريبة جدا وما فيها اهتمامات نروح للمباراة اللي بعده طبعا بيجيني واحد في التعليقات يقول لي ليش تغلط على أبها ليش تغلط على الفيصل هو لو طول حياتي هو طبعا ما يشجع ولا واحد منهم بس كذا جاي يدور سالفه وجاي يدور أتنشن في التعليقات طيب نروح للوحدة والفتح الصراحة مباراة قوية كل فريقين قاعدين يقدمونها أداة كبير في الجولات الأخيرة الفتح قاعد يفوز دائما والوحدة برضو قاعد يفوز فالصراحة مباراة أبدا ما هي سهلة التوقع فيها جدا صعب ولكن قد أميل أكثر وكثر إلى أصحاب الأرض والجمهور نادي الوحدة فأتوقع الوحدة راح يفوز إذا قلتوا لي طب إذا توقعت الوحدة يفوز كم نتيجة اللي علي تتوقعها أقدر أقول لكم الوحدة راح يفوز اثنين واحد بكل مانا الوحدة هو الأقرف في هذه المباراة خلصنا من مباراة يوم غدا اللي هو الخميس أبه والفيصل 53 الوحدة والفتح الستة وخمس وثلاثين نروح للقمم المباراة الممتعة مباراة يوم الجمعة يوم الجمعة عندها مباراة الصراحة أبدا ما هي سهلة ومباراة حلوة جدا كل مباراة أحلم للثانية والحلو أنه كل مباراة يعني الفرق بين كل مباراة والثانية ساعتين وعشر دقائق وربع ساعة حولها يعني فهذا شي جدا ممتاز تفتتح الجولة أو تفتتح مباراة يوم الجمعة بإذن الله الساعة 23 23 يعني وقت سارات العصر بين الباطن والهلال مباراة قوية الصراحة الباطن يقول لك في تاريخه ما قد عثر الهلال زي من شايفين لو نرجع نشوف ما قد عثر الباطن للهلال كلها الهلال فاز فيها والباطن في آخر الجولات مستوى جدا منخفض بينما الهلال مستوى متذبد فمباراة ما هي سهلة أبدا أتوقع بكل ما أنا يعني أنه الهلال راح يفوز يعني صحيح الباطن فريق خطير وقادر يسوي شي مختلف ولكن الهلال راح يفوز الزعيم ما راح يفرط نقاط هذه المباراة غلط المباريات اللي راح يضيع نقاط كثير ولكن اليوم ما راح يضيع نقاط ورح يفوز فهذه البراء على الباطن توقعاتك لها يا فارس كام أتوقع ثلاثة واحد لنادي الهلال وراح يجرد الباطن وراح يواصل في الصدارة أوكي أوكي الروح المباراة اللي بعد عندنا الأهلي والقادسية القادسية آخر المباراة ومستوى متذبدب والأهلي نفس الشيء بكل مانا بعد مستوى الهلي لخير شفتوا كيف دفاع الهلي سيء كالعادة ما في شيء جديد في دفاع الهلي ولكن يظل عام للخبرة يساعد النادي الهلي الهلي فريق كبير الهلي عنده عناصر ممتازة الهلي قادر يسوي شيء مختلف فأقول لكم له الهلي راح يفوز في هذه المباراة نعم الهلي راح يفوز متكد يا فارس أقول لكم متكد من ذلناه 100% فصدقون الهلي راح يفوز طب توقعتك النتيجة كم كم أقول لك يعني هي راح يدخل فيها أكثر من هدفين يعني يقدر أقول لك 2-1 راح يدخل ثالثة هدف تقريبا الفريقان سيسجلان نعم الفريق الذي سيحلز الهدف الأول القادسية القادسية راح يسجل وثم لها اللي يقلبها 2-1 هذا توقع المباراة الروح المباريات اللي بعدها عند المبارات القمة بين النصر والعين الاندي المنافسة على الهبوط النصر المركز 14 والعين المركز 15 يفوز العين يصير النصر وراء والعين يتقدم خطوة شايفين كيف منافسة الصراحة بين النصر والعين مباراة بدن ما هي سهلة والله مرة ما هي سهلة العين قوي والنصر قوي بكل أمانة ما احترامي للنصر وحب الجمهور النصر وتقديري لهم ولكن أقدر أقول لكم يعني بكل أمانة وصدق أن هذه المباراة ما راح تنتهي بفوز النصر راح تنتهي بالتعادل لأنه العين قوي الصراحة العين مرة فريق قوي أنا كشخص من يعني فأنا من المشجعين وانصار هذا النادي يعني وأتابع مباراة النادي وأقول لكم ما احترامي لكم النصروية لن تفوزوا وعيناوية لن تفوزوا اللي راح يفوزوا في هذه المباراة هو التعادل نعم التعادل أقل أقل ما أحسه واحد 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 وقد قد يفوز النصر يعني شايفين كيف إذا ما بيعني ما بيتعادل وبيفوز النصر بيفوز النصر فوز العين صعب بس ممكن يسير ممكن 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 يسير اوكي اوكي فانا توقعها تعادل خلصنا من مباراية يوم الجمعة الهلال والباطن 23 الاهل والقادسية 45 العين والنصر 57 الروح لمباراية يوم السبت 9 يناير اللي راح يكون عندنا هو ختام الجولة الثانية عشر عندنا القمة والديربي والمباراة الممتعة بين التعاون والرايد هي اولى مباراية الجولة الساعة 3 ونص صراح مباراة قوية مباراة ما هي سهلة تعاون هذا الموسم قاعد يقدم مستوى كبير الرايد مستوى متذبذب ولكن احنا تعودنا ان الرايد دائما في الدير بيقدم مفاجآت بكل مانا لكن انا اقول لكم ياهم الهين تحياتي ويعني تمنياتي من التوفيق لكل الفريقين ولكن التعاون راح يفوز وبالراحة يعني لو اروح الحين انام اقول لكم انه التعاون راح يفوز وانا نايم يقول لكم اياها التعاون راح يفوز في هذه المباراة اوكي اوكي لا تقول لي الرايد بيشد حيل اتفقنا اتفقنا خلصنا مباراة التعاون والرايد ونروح للمباراة المهمة ايضا من مباراة الجو المباراة ممتعة الصراحة الشباب والاتفاق كل الفريقان خطيرين الاتفاق لو يفوز يعد الشباب بالنقاط شايفين كيف والشباب لو يفوز يوسع الفارق ولو يتعادل يبقى الفارق نفس ما هو مباراة صعبة انا اقول لكم لا شباب والاتفاق تعادل اي نعم عدد الاهداف اكثر رح تنتهي واحد واحد تقريبا الروح المباراة اللي بعدها الاتحاد وضمك ختام الجو اللي عندنا الاتحاد ماشاء الله تبارك الله مستوي جدا كبير هذا الموسم خصوصا من ناحية الدفاعية امام ضمك اللي مستويه متذبذب بكل ما انا اخذ ثلاثة قاطب من الاهلي لو انه ما اخذها كان لها اللي حين المتصدر لا كده تصير الله يعين بس فالاتحاد وضمك لعب مبارتين ضد بعض فاز ضمك واحدة فاز الاتحاد في واحدة لا والله حتى الاتحاد عمره ما فاز على ضمك كلها فاز فيها ضمك فهذه نقطة تحسب الضمك انه عمره الاتحاد ما هزمه غير كذا ضمك داخل بمدرب جديد ولكن بمدرب جديد او مو مدرب جديد الاتحاد صار فريق قوي انا سابقا قلت لكم الاتحاد رح نفسه على الهبوط لكن ما كنت تتوقع ان احمد حجازي رح ينتقل الاتحاد احمد حجازي غير شكل الاتحاد كامل لعبة 12 مباراة مع احمد حجازي ما خسره اي مبارا فهذا شي جدا مميز احمد حجازي غير شكل الاتحاد بالكامل بكل مانا فالاتحاد وضمك الاتحاد وانا مغمض الاتحاد رح يفوز عد الهداف اكثر رح تنتهي 2030 للاتحاد مع تألق بريقوفيتش اوكي اوكي شكروا لكم على تابعة المقطع في الختام لا تنسوا تذكر الله الله ومصلي وسلم على سيدنا محمد سبحان الله ومحمد وسبحان الله العظيم لا اله الا انت سمعانك اني كنت من الظالمين تحياتي لكم شكرا عم تابعة المقطع شو مقطع ثاني بذن الله مع الف سلامة ولا تنسوا تعطوني توقعاتكم وتشتركوا في القناة خلو نوصل 100000 قبل 2022 بذن الله مع السلامة